اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وقبرص كنا عاملين فيها ازعاج كبير جدا لدول مهمة في الاقليم وخدناهم على حين غر زي ما بيقولوا خدناهم فجأة اسرائيل في القلب من الحدث تركيا اللي مقهورة علشان قبرص التركية ولما كان حق لظهر ده جاب النتائج اللي جابها كل الدنيا كانت مزهولة مصر بتنافس في الغاز مصر بتشكل نوع من التهديد لخطوط الغاز العالمية مصر بتتحول لنقطة ارتكاز للغاز وقتها محدش يتكلم ليه النعرة الوطنية مع ان محدش قرر يعرف ولا يسأل ولا يفهم احنا خسرنا كام شبر وكسبنا كام شبر عارفين ليه لان من غير ما نوصل لتوقيع اتفاقيات ترسيم الحدود مصر لا تملك صلاحية البحث والتنقيب في اراضيها مين اللي مش عايزنا ننقب في المنطقة دي تحديداً في منطقة البحر الاحمر عند مديق تيران مين اللي مصر يسيسها تفتكروا تكون اسرائيل يعني اللي بتستعد هي او ايران لاستضافة تميم بعد انهاء ملفه من ادارة حكم قطر تفتكروا برضو اسراء ومحمد انور السادات وحمدين والطنطاوي والكمال ولا كامل الوشوش دي كلها من 25 يناير للنهاردة كت بتلعب لصالح الدولة دي ولا لتشققها وتفتتها مين اللي مش عايزنا نطلع الخير ليكم من الارض دي القانون الدولي بيقول من غير توقيع اتفاقيات ترسيم الحدود ما نقدرش ننقب في اردنا وما نقدرش نطلع حاجة مين اللي مصر يسيسها ويعمل مزايدة فاكرين الناس دي لما كانت بتوقف على سلم النقابة عمرهم عملوا انجاز لصالح البلد دي طيب خلوني اروح ليه الدكتور سلاح حساب الله عضو مجلس النواب اللي بينضملي على الهواء مباشرة وارحب بيه وايضا ليه عالم المصريات الدكتور وسيم السيسي خلوني ابدأ مع دكتور وسيم واسأله هل المسألة يعني في منهج التفكير هل احنا قدام حدث ماشيين فيه بشكل علمي دقيق ولا فيه مزايدة بتعتمد على تجزيء معلومات تاريخية واستقواء بيها أولا أشخرك يا أستاذة أماني ربنا أخلي لدعوتك لي أن أتكلم في هذا الموضوع واللي أحب أقوله أن أنا اللي لاحظته أن الخلافات قليلة جدا في المسائل العلمية كثيرة جدا في المسائل الدينية أو المسائل السياسية والسبب في هذا أن المساحات المجهولة أو الغير معروفة في المسائل الدينية أو المسائل السياسية بتقبأ كثيرة ومن هنا يتأتى الاختلاف تمام اللي أعوز أقوله أن إحنا كل ما يعني نعمل تنوير للعقل الجمعي يقبأ سهل إقناعه بعد كده بالحقيقة لا هي مصرية ولا هي سعودية إنما السؤال اللي دايما كل واحد يسأله تيرانو سنفير سعودية ولا مصرية يا حبيبي الحكاية مش كده الحكاية لازم نفاهم الناس إن فيه اتفاقية لترسيم الحدود بدأت سنة 1989 وإن هذه الاتفاقية هي مفيدة جدا لمصر قبل كده لازم أفهمه برضو إن فيه حاجة اسمها المياه الإقليمية والمياه الإقليمية لأي دولة هي 12 ميل ولكن المشكلة بين مصر والسعودية إن ما فيش 12 ميل يبقى هنا فين المياه الإقليمية يبقى نفاهم الناس ونقوله إن الحلول هنا إن إحنا نيجي في المنتصف وبعدين واحد يقول لي طب يعني الإطيراني زجت في النص بتاعنا ناخدها وصنفير زجت في النص السعودية ناخدها أقول له لكن المسألة مش كده فيه حاجة اسمها الجرف القاري ودي جماعة بتوعي جيولوجيا ولسه مبارح دكتور فاروق الباز بيتكلم صحيح أنا يعني لو إحنا مشينا مع ترسيم الحدود وقابلناها يبقى على طول حلايب وشالتين دي بتاعتنا محدش لا سودان ولا بشير ولا غيره يقدر يرفع لإن حلايب وشالتين داخل خط عرض 22 يبقى دول مصريتاني مصريتان دي حاجة لو قابلنا ترسيم الحدود اللي هو بتاع سنة 1989 ثلاث جزر سعودية يقولون إلينا واحدة منها اسمها زبرجد واحدة منها اسمها سلطان واحدة منها اسمها الأخوين ومجموعة جزر تانية سعودية إنما تابع ترسيم الحدود دول يقولوا إلينا إحنا نيجي إحنا بالنسبة لتيران وصنفير هنبص نلقى مدام هنقسم لأن ما فيش 12 ميل ما فيش 12 ميل بيننا وبين السعودية يبقى نيجي نقسم ما بيننا من مسافات هنجد إن جزيرة تيران يعني تقول إلى مصر ونجد سنفير تقول إلى السعودية لكن المسألة مش بالبساطة ده هي في أبعاد تانية لازم ناخد بالنا منها الناس تقول كلمة القانون آه كلمة القانون لا يعلو عليها كلمة أي حد ولكن ده قرار تنفيذي من رئيس مجلس الوزر أي اختصام فيه لازم يقبل مجلس الشعب لأنه هو الذي يمثل الشعب فالسؤال هنا هل ما حكمت به المحاكم هي دهيا يعني نأخذ بها أم على كل الدستورية العليا لها الكلمة العليا لأن هي طبعا هي لها الكلمة الأخيرة وإنها تقول أن دي مسألة سيادية تقول إلى مجلس الشعب طيب عايزة توضح من حضرتك يا دكتور وسيم إذا كنت فهمت صح ولا لا حضرتك بتقول أن وفقا لاتفاق ترسيم الحدود البحرية اللي من 1989 بين مصر والمملكة فيه ثلاث جزر هم مع السعودية ولكن حيرجع ده دي تبع ترسيم الحدود لا ترسيم الحدود فضل ترسيم الحدود ده تبع اليونيتد نيشنز 1989 دي الأمم المتحدة اللي عملت أيوة ده الوسائق إنما بناء عليه وقبول هذا الترسيم تقول إلينا جزر سعودي ما حدش تكلم فيه ما حدش جرسين وأنا ديتك أمثلة منها تلات الأخوين وزبرجد وسلطان وغيرهم فيهم كانت اتنين تلاتة تانيين برد تمام يقولوا إلينا بترسيم خليني أستاذ حضرتك حسمع من الدكتور سلاح حسب الله عضو مجلس النواب دكتور سلاح هل وارد فيه نقاشكم سواء في اللجان المتخصصة أو في النقاش العام في اللجنة العامة حنسمع حاجات زي الأول مرة دلوقتي بنعرف إنه في اتفاقية ترسيم الحدود دي فيه جزر هي مع السعودية هتعود لمصر ملكيتها وفيه جزر مع مصر حتعود إلى السعودية في ملكيتها زي تران وصنفير طيب أستاذ أماني أول خلينا حييكي وأحيي أستاذنا الدكتور وسيم السيسي وعايز أقول لحضرتك يمكن إحنا في مجلس النواب محتكمين في منقش تعزيل التفاقية إلى الدستور اللي هو الحكم ما بين السلطات كلها والقضاء والسلطة القضائية هو سلطة من السلطات وإحنا بنمارس اختصاصنا وفقا للدستور ومواد الدستور النص الدستوري 151 بيعطي مجلس النواب دون غيره من السلطات حق منقشة أي التفاقية تبرمها الحكومة المصرية وممثلة في رئيس الجمهورية إحنا بالفعل يمكن الكلام ده أنا بقوله على فكرة منذ توقيع التفاقية ومع تأخرها ومع مرور الوقت وقبل إصدار الحقاب لصدور الحكم وبعد صدور الحكم بقوله أن هذا لا يغير من الأمر شيء وأن المختص الدستوري والمختص الأساسي والوحيد بمناشة الاتفاقية هو مجلس النواب المنتخب من الشعب المصري فبالتالي إحنا هندقى بكرة عايز يعني بس أشير وبشكل سريع إلى ما بدأت بيه الكلام إن فيه محاولة لترهيب وتخويف أعضاء المجلس من حتى مجرد مناشة الاتفاقية وللأسف يمكن بعض ممن يدعوا عن نفسهم الثورية والوطنية المزيفة بيحاولوا عن طريق بعض توابعهم يعني يرسلوا رسالات يعني تخويف وتأديد لعدد غير قليل من أعضاء المجلس وأنا عدد غير قليل من النواب على فكرة بيكلموني يقول لي جات لنا رسائل من كذا وجات لنا رسائل من كذا وأحيانا رسائل مجولة المصدر وخلافه إنما في الآخر أنا واثق ومؤمن بأن مجلس النواب الذي أتى بإرادة الشعب المصري لديه القدرة لاتخاذ القرار المناسب إنما يخليني أشير إلى حاجة بقى للمصريين يعني بعض بيحاول يضلل الرأي العام ويقول دي اتفاقية للتنازل عن تيران وصنفير هذا كلام مزيف وهذا كلام خاطئ الحقيقة أننا أمام اتفاقية لتعيين الحدود البحرية ما بين مصر والسعودية زي ما عملنا اتفاقية مع القبرص وزي ما هنعمل مع اليونان وزي ما هنعمل مع تمن دول بتربطنا بيهم حدود البحرية في البحر المتواصلة في البحر الأحمر هقول للمصريين بقى إن احنا النهاردة ما بنعينش الحدود الحدود معينة بالفعل من خلال القرار بقانون رقم 27 في سنة 90 الصادر في وقت الرئيس الأسبق محمد حسن مبارك بتحديد نقاط الأساس التي يحدد على أساسها وتعين على حدادها الحدود البحرية للدولة المصرية إضافة إلى أن السعودية نفسها المملكة العربية السعودية حددت نقاط أساسها سنة 2010 فالحقيقة أن تعيين الحدود ما هو إلا أن نحن بنشد خط في منتصف النقاط الأساس دي مع نقاط الأساس دي يعني لم يبع أحد حتى الرئيس السيسي ولا أي حد ولا ببرلمان ولا غير ولا الحكومة الحالية نقطة أساس من النقاط الأساس المصرية اللي موجودة من سنة 90 وموجودة وموضوعة من الدولة المصرية لدى الأمم المتحدة هقولك بقى أن نحن نفترض أن الطريقة البديلة لإكرار هذا تعيين الحدود بالشكل دو أن نحن ببرلمان رفض النهاردة بكرة السعودية تذهب إلى الأمم المتحدة وفقا للقانون الدولي البحر ووفقا للنقاط الأساس المعترفة بها الدولة المصرية وحطاها لدى الأمم المتحدة سنة 90 ونقاط الأساس الموضوع من السعودية لدى الأمم المتحدة سنة 2010 تعالوا يا جماعة بعتمنا حد من الفنيين والخبراء يخد خط منتصف ده ففي كل الأحوال نحن أمام التفاقية اسمها التفاقية تعيون الحدود البحرية ما فيش بقى كلامة ولا عنجزين التيران ولا عنجزين الصنافين ولا حتى الاتفاقية الذي سيفاجع به المصريين أن الاتفاقية نفسها لا تتضمن مسميات ولا جزء ولا غيره ده اتفاقية فيها إحداثيات وأرقام تحدد إيه هي نقاط الأساس المصرية ونقاط الأساس السعودية الموضوع لدى الأمم المتحدة وخط منتصف بالسانت مش بالمتر ما بين ده وده الحاجة اللي أنا عايز أضيفها برضو يا أساس أماني ومهم المصريين يعرفوها سريعا سريعا هذه الاتفاقية ونقاط الأساس وتعيين الحدود رجعت من جهات وطنية وأجهزة وطنية والقوات المسلحة المصرية اللي أعتقد أنه لا أحد من دعوات الوطنية المزيفة يزيد صمتي أو جرام في الوطنية عن هذه المؤسسات اللي افتدت وما زالت تفتدي هذا الوطن بدماءهم مش بقى بتويتات ولا مش عارب ببسطات ولا كذا باشكرك شكرا جزيلا الدكتور سلاحة صاب الله عضو مجلس النواب دكتور وسيم السيسي علم المصريات وسمحوني دايما وقت قليل لكن بشكر حضرتك شكرا جزيلا أرجوك تكونوا ركزتوا جدا في الكلام اللي بيتقال الاتفاقية تمت من 1989 ودعت في الأمم المتحدة سنة التسعين ولم تفعل إلى الآن لأنكم أنتم دولة تلاتة سبعة القادرة على كسر كل المخاوف ليه؟ لأن مصر مش هتعيش عرجاء هي قادرة على المواجهة وحتقف على رجليها وهتجيب كل الصلاحيات لولادها من الخير اللي موجود في أرضها افتكروا بس الوشوش ومين اللي بيحاول يعمل مشهد وخلي في بالكوا دايما مش دول برضو اللي كانوا بيعملوا حملات عسكر وما عسكر وغيرهم شفنا منهم خير ولا شفنا منهم شر هم قادرين على الفعل ولا طول الوقت غير قادرين على فعل أي شيء خلوا المسألة والبصلة بتاعتكم هكمل معاكم لأنه الوقت ما كفاش والأدلة كتير جدا المهم المنهج والحق في السؤال الصحيح ممنوع نفكر غلط إلى اللقاء